فقر وجوع وحرب ثلاثية تعصف بسكان تهامة المنطقة الساحلية التي يعيش سكانها وضعا كارثيا ووفق تقارير دولية فإن الطعام الرئيسي لأبناء تهامة خبز وشاي في ظل عدم مادة السكر تقع تهامة ضمن النطاق الجغرافي للحديدة وشهدت عمليات عسكرية بدأت في التاسع من نيسمبر الحالي بهدف تحرير مديريتي الخوخة وحيس وعلى وقع المعارك الملتهبة بين الجيش وميليشيا الحوثي تعيش تهامة كارثة إنسانية حقيقية حيث يتهدد الجوع سكان مناطق تهامة ويؤكد عاملون في مجال الإغاثة تعرض غالبية السكان للجوع والفقر والتشرد بسبب تعطل الحركة اليومية للتجارة ويزيد من المأساة الإنسانية عدم قدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى مناطق الصراع في الوقت الذي أكدت فيه تلك المنظمات وجود بوادر مجاعة حقيقية في ظل توقف شبه تام للاحتياجات العاجلة من الغذاء والدواء والإيواء والمياه يعتمد سكان تهامة على الصيد والزراعة كمصادر دخل أساسية لكن الحرب أدت إلى انقطاع مصادر رزقهم مما جعلهم يعتمدون على الحصص الغذائية المقدمة من منظمات نغاثية لكن منظمات دولية حذرت من فقدان مواطني تهامة حتى لحصص المساعدات الإنسانية أدت الحرب وفق منظمات دولية إلى انعدام الأمن على طول الساحل الغربي وهو ما سهم في حركة نزوح كبيرة وظهور بوادر مجاعة لكن توقف وصول المساعدات الإنسانية يهدد المواطنين بالمجاعة مما جعل حقوقيين وإغاثيين يدعون لتدخل إنساني عاجل يضمن مرورا آمنا لخطوط المساعدات الإنسانية